موسيقى السلام عليكم معكم مجديد فتح الله واليوم أريد أن أعطيكم الحلقة الثانية من سلسلة الفيديوهات التي تهدر على البسيكوتروب يعني الأدوية المضادة للقلق في الحلقة التي تهدرت لكم على مضادات الاكتئاب وفي الحلقة اليوم أريد أن أعطيكم على الأدوية المضادة للقلق المضادة للقلق المضادة للقلق مصحوب بقلق حد أو قلق مزمن الذي سيكون لك عجز في حياتك الشخصية والاجتماعية والمهنية تشعر روحك معزول لا تريد أن تخدم نيشان هذا القلق يكون مشكل لك في رأسك في الجهاز التنفسي في الجهاز الهضمي في العضلات أو هذا القلق قادر يجب عليك نوبات هلع متكررة ويجب أن تكون كبيرة لا تستطيع التعامل معها لا تستطيع أن تتجاوزها نيشانك عن طريق جلسات نفسية لكن كل الجلسات النفسية يجب عليهم في حالة القلق لا تستطيع أن تكون قلق خفيف يجب عليك تخرج وتذهب عند البسيكولوج ويجب عليك تركيز والداكرة تكون مليحة لكي تستطيع التركيز مع البسيكولوج تستطيع التعامل مع جلسات نفسية وتتجاوز هذا القلق ولا تستطيع التجاوزه عن طريق نظام غذائي متوازن الرياضة الروحانيات في حالة القرآن لا تضيفها القلق لأنه يسلق علاج دوائي يعني يسلق على ضوء ضوء الزائر أريد أن أقسمه لكم كائن البنزوديازيبيك والضوء الزائر نبدأ بالضوء الزائر ضوء الزائر ضوء الزائر إذا لم أستطيع العدد وإذا لم تستطيع النصائح لذلك تشرب الجرعة التي تقول لها الطبيب وتشربهم لمدة محدودة وبعدها تنقصهم على الطبيب بشيء 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 لأنه إذا حبثتهم بخطرة واحدة حيث يترحوا لك غاية يدعون لك سيندروم يسمونه سيندروم سيفراج الذي يجب لك أعراض انسحابية يعني كتحبث هذه الأدوية بخطرة واحدة والجسم التاعك يكون موال فعليهم يدعون لك أعراض التي يشبهوا الأعراض نوبة الهلع يعني قلق شديد تشنج في العضلات تعرق الرشفة الدوخة يعني هذه الأعراض يجوك إلى ما عرفت تستعملهم بطريقة صحيحة يعني كاين عدة استعمالات لهذه الأدوية والطبيب هو اللي يفهمك يعني البسيكياتر هو اللي يفهمك كيف تستعمل هذا الدواء بسبب أن تستطيع لا توصلش روحك للإدمان كاين طرق لإستعمال هذه الأدوية بطريقة متوازنة بطريقة صحيحة بطريقة اللازمة يجبك لا تدمن عليهم مثل كاين أطباء يقول لك شرب هذا الدواء على المشاهدة تعالى أن تشر بها خطرة في ثلث أيام أوشهة خطرة في السمانة أو الخطرة في الخ طوطة 15 يوم و هذه الطريقة هي أفضل طريقة لإ fulfilling estas الأدوية 90 كالحالات Aber sanitarias إن كانت أن تصارب من على ناس وإن أن تكون حالة في ثلث Line خطرة في الثلث أيام خطرة في السمانة تريد ثم ت Fair將 هذه الأدوية يعني أ traumỏ لإدلاد على explic insufficient أليrig هذا العراض يعني ما غالي تضمن عليها بس كوراك شربة غير خطرة في الزمان لذلك تقدر تحبسها بسهولة هذه فيما يخص الإدمان فيما يخص الأفضل مع هذه الميديكامو عندهم بعض الأفضل كان الأفضل أنكسيوليتيك يعني هذه الأدوية ينقص القلق يعني مضادات القلق كان الأفضل سيداتيف يعني يتقلوك ويجعلوك ترغد بسهولة إذا كان لديك مشاكل في النوم وكال الأفضل يعني مضاد لنوبات التشنج أو لا يستعملوهم في حالات كريسة الإبيليبسية يعني قادرين يكونوا مضادات لنوبات الصرع ليس دائما نمدهم في حالة نوبات الصرع لأنه كان أدوية أخرين يشربهم في حالات كريسة الإبيليبسية لكن الأفضل سيداتيك لديهم أفضل لديهم نوبات الصرع أو لنقص من الفريقانس التي يأتي بها لديهم أفضل يعني قادرين أن يدرون لك أو أفضل وعندهم أفضل يعني قادرين أن يدرون لك في حالة ما إذا القلق يكون مسبب لك عدة تشنجات ويجب أن تكون متشنج ويجب أن تكون متشنج ويجب أن تكون متشنج ويجب أن يدرون لك استرخاء في العضلات لذلك هم الأفضل المشهورين ويجب أن نعتبرهم كما أفضل ويجب أن نعتبرهم كما أفضل كما أفضل يعني قادرين أن يجب أن تنسى شيء سوالح ويجب أن ينقصوا يجب أن ينقصوا يجب أن ينقصوا يجب أن يحسن على السيارة ويجب أن تستطيع أن تتعامل ثاني يجب أن تستطيعون من تلك التركيز ويجب أن تستطيعون يجب أن تستطيعون أيضا أو مصنغي أو مصنغي الذين يقدرون تقديرون روحك كيف تستعملهم بالنسبة للفتاحن في السيرفو الزنكسيونيتيك بيزو ديازيبيك يؤثر على نيرو ترانسميتور هذا النيرو ترانسميتور في الريسيبتور التوحم يعطي نفع نفع الانيبيتور لسيستام نيرو يعني تأثير مثبت للجهاز العصبي الزنكسيوليتيك بيزو ديازيبيك يزيدوا لفتاح ناتريل تعلق البابا يوجد الكثير من البابا يتفكسون الكثير على الريسيبتور في السيرفو ويعطي لفتاح انكسيوليتيك سيداتيف أمنيزيون نيرو لاكسون لدفرانس بين الزنكسيوليتيك بيزو ديازيبيك أو الالكول يتفكسون الكثير على الريسيبتور لكن الزنكسيوليتيك يتفكسون الكثير على الريسيبتور ولكن يتفكسون الكثير من الريسيبتور لديم مساقًا بالسلام عليكم يتفكسون الكثير على الريسييبتور ولكن تضيف المساقًا واللعالج يتفكسون الكثير تقوير على سبيل 10 mg في الجزائر كانت لغراكسين 5 و10 عن Csب الانичноكسوليطيك بنزodiazibيك الانجسوليطيك القبيم بالتقليل على المقاطي يعني الانجسوليطيك القبيم بالمحف Lambo لأن يتوقع الموكول الأض четыعجي مقابلي لكي نحتاج للتقليل أكثر على كتيل أو مثل أكثر نزانيا أو المتعنى لتقليل على الإد Dudman يعني لكي نقسم الريسك بالإدمان كاين تاني الأورازepam المعروفة تحت الاسم تجاري تميسته في الجزائر كاين أورزepam سيكابل 2 انكسيوليطيك بزوديازيبيك وعندما نريد انتقال لأن الأشخاص لديهم قلقات وانكسيوليطيك لن ترسلهم بطريقة صحيحة وانكسيوليطيك وانكسيوليطيك هكذا أشياء جيدة وانكسيوليطيك ثم أولى هذا التعديد لأنه قلقات هناك أخر أشياء يسمى كلاونازepam كمهما ينقى 2 ميلي أو 1 ميلي المعروف تحت الاسم تجاري يُعلقها ماذا كأنيا ويقى كذلك يقولون أنه يسرح بالتواجبات الكثير من السيداتي يعني لأنه يتساهم بأيزة إليه غير مفتاح يعني أنه ليس بالفارماتية لكنه يستمر بالفارماتية في جائبات التجارية تحت الإسماء تجاري كلونا كلونا يمنع على الأخير يعني النوبات الصراع لديها إمتخالف مع هذه الأخير يعني الأخير الأخير وممه ويقوم بشكل أكسي ان الأچئ야 ي�물 فيه جنونب وبالما يشبشره أكون الجنب ا Liazepam ا الأولى الانساتجيب第二個 هو النيزا incumbchlagen Valium أفضل بالدينتين واحدة في المنون أدل المستوى وبالتالي güick ويوكوب وهو على صنع الصوف كل يتحرك للجنة والمشاكل لتحركة لطيفة في صورة يفعر لجنة الانكسيوليتك الثاني الانكسيوليتك الذي أريد إخداره هو الانكسيوليتك المعروف تحت الإسم التجاري Valiome يتحرك في صورة أمولة يتحرك في الفرماسي ويوجد في الملائي يتحرك على الأرض ويوجد في أجل أسبوع أو لفعالي الإطلاق أو لجينيكولوجيا ومن ثم لذا، هذا هو سيداتي مؤسس ونجاكتابل تكون قائناة اجيتام كبيرة لأن هذا الشخص لا يكون مهيئ محيئ لأنه يكون هاي ونجاكتش نجاكتش نجاكتش ولم يستطيع تقوم بوضع لذلك نشط على إنجاكتش يشعر ان تشعر غاية ومن ثم يستطيع تحضر معه ويستطيع تجاوب معه ويستطيع أن يحب أن يكون هذا الرسول لذا ذلك بالنسبة للنجاكتش تحتاج بصفة بنزيديازيبية تسمع لطبيبك تشرب الجرعة التي قلت لك عليها لا تكتر شخصك كان هناك معلومة مهمة تشروعهم عنواغ لأنه يجب أن يشروعهم عنواغ يجب أن يشروعهم الكثير هناك مالاد يقولون أحد جارنا قلنا هذا الموليكيول خرجت عليها هذا الموليكيول تخرج عليها أو صاحبك يقول لك هذا الحب ستقرع عليك القلق وترشقك وتحسس روحك غاية وبعدها تلقى روحك قبل أن تدخلت في هذا الإدمان كل خطر لا تدع لي حبه حتى تلقى روحك تشريه من المخشنواة وبعدها تذهب لطبيب وتقول لك كتب لي هذا الدواء ولكن يأتينا الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الإدمان ويأتي يأتي لك ويأتي لك وهذا الدواء هو الوحيد الذي يخرج عليها ويقلع علي القلق ونحص روحي غاية ونقدش نعيش بله هذه الأشخاص لا نكتب لهم هذا الدواء ولكن يزيدون في الإدمان ونسلوهم لمصلحة علاج الإدمان ثم يحطوهم وين ينقصون هذا الدواء بشوية 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 ويبدلونهم بأدوية وحدة وخرين اللي يعاونوهم باش يحبسوا هذا الإدمان وثم اللي يقضوا يريحون منها ننصح كل الأشخاص اللي لم يعانوا من الإدمان لكي يروحوا وحدهم ومع العائلة لهم لمصلحة علاج الإدمان ويطلبوا المساعدة وهناك الكثير من الأشخاص اللي يتعالجوا من هذا الإدمان ويحصلوا لهم غاية من بعد وعودوا بنواحيتهم جديد وعودوا بنياتهم جديد وغاية هذه المعلومات وحسب لهم الصفحات التطبيقات ويقومونونونونونونون واضحون عن الجزاء الزموطة فهناك الكثير من انسيوليتك لهم من الأشخاص للفيديو كم انسيوليتك فيهم في فالدوز انسيوليتك أو أسفل انسيوليتك ويقومونونونونونون وتعالف يستخدم انسيوليتك مرتد يقوموا Shareged او يجعله في القول النهي وهناك الأطراكس قطر المستقبل وهو انسيوليط وهو انسيوليطا متنقى القاق وقال الرقم وهو سيبرنات المشاركي الأطراكس وهو ايضوبتيل وهو كانت انسيوليطا ولكن الانسيوليطا وهو انسيوليطا يقلع القلق، يقلع الدولار إذا كنت تنظر من رأسك أو لديك دولار بسيكو سوماتيك التي يشبهون الشقيقة أو لديك دولار يستطيع الإنفان بشكل دوز يعني 5 أو 10 دوز يعني 5 أو 10 دوز إلى 15 أو 20 دوز يكون لديه نفيه أنكسيوليتيك سيداتي في الدولار وفي القلق وفي القاد سنعود إلى أخرى أخرى أنكسيوليتيك ليس بنزوديازيبي ولكن للأسف يسبب الإدمان يسبب الإجراء الأفضل يعني نفسي سيطاغق تسمى الإجراء أفضل تسبب 30 مرال تساعد لجزوديا إلى أنه مدفل والآخرين يمكنها الرجالة تؤكد الإجارية أي أن الجوانز نورطي يعني جائزة يعني أنه يوجد الإجارة وزوجة الملللل يمجحة تتحرك الإجارة وليستطيع الأفضل ت أيضًا أي شخص على الإجارة ي generمج الأفضل أنكسيوليتيك أفوق دوز يكون عندها أنفئ أنكسيوليتيك يعني مضاد للقلق يرخيك يجعلك مرشق يجعلك تعرف تتعامل مع الناس على بيها للأسف تلقى ينبع بثاف أونواغ وكان بثاف الناس المدامنين عليه لأنه لديها انطلرانس كبيرة ما معناتها لطلرانس كل خطرة تجربت تجربة دوزة أكثر لتجربة الناس يعني اليوم تجربة 150 ميليغرام ورشقاتك تجربة 200 ميليغرام فتجربة 300 ميليغرام وفي تجربة ولا تجربة أحد المدامة 2000 ميليغرام 3000 ميليغرام أي 3000 ميليغرام لكي يستطيع شترك للكي يمكنك الإمتاع أنفئة يجب عليك وفي تجربة المدامن خلف يا صاحبة يقولك مالتاكسي يجب بلوف يجب عليك نحن عليه BY們 انا البيانس نحن بحقرم ويجعل ويجعل يسمي الدماء المثر PIAع transformationReval وحدثت العال Zen trymatol هذا العالب السوصف والجن عالب السicio المعالب السوصف ثانيا ، الكوديين وهي التسيف يعني علاج الكحر على الباس لكن يمكن أن يشربها أو يأكلها في كمكمة في بطة انكسيوليتية ثانيا ، يجب أن تكونوا اعتناء الكوديين وهو أيضاً أبيويد وهو الكثير من الأدوية لذلك يجب أن تكونوا اعتناء هذه هي ، أسأل أنني أعلم كانوا الكثير من الأدوية لا أستطيع أن أصدقهم ولكن أصدق المثال 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 والمثال المثال هذه هي ، أعطيكم الصحة أسأل أن الفيديو أفادتكم لا تنسوا أن تابنوا في قناة أو صفحة بديتنفيق على الفيسبوك أو الإستغرام وإذا لديكم أسئلة أو استفسارات تقدروا أن تجعلهم لنا في كومنتار أو عن طريق رسائل على الخاص ونجاوبكم إن شاء الله في أقرب وقت لدينا ثانيا ، لدينا ثانيا على الفيسبوك التي تناقشون فيها على عدة مواضيع فيما يخص علم النفس لدينا ثاني مقر لاوزان المتواجد في مدينة وهران بيرجير الذي ندر فيها العلاج الدوائي والعلاج النفسي وجلسات التأمل وجلسات اليوغا النفسي سوف نحبسون جلسات اليوغا لكن المتواجد في صفحة أو تقصص التأمل سوف نتعلم اشتركوا الكارتة كم فوتو الكوورتور ضمك هذه هي بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة ونتلاقوا في فيديو واحد اخرى ان شاء الله السلام عليكم